الرجل الذي فقد ظله حكاية من التراث الكوري كان يا مكان في قديم الزمان وفي كوريا شاب يدعى يونيتي حبس يونيتي نفسه في مدرسة بالجبل لمدة سنتين ليقوم بالدراسة لاختبار يؤهله ليصبح موظفا حكوميا اليوم أنهى يونيتي دراسته واتجه عائدا إلى البيت تغمره السعادة والثقة بالنفس ترى ما الذي حدث لقد فقد يونيتي ظله ولكن يبدو أنه لم يفطن لذلك بعد كان والدا يونيتي هما مالكي أكبر أرض بالمدينة أراد يونيتي أن يرى والديه بسرعة فأخذ يعد مسرعا إلى البيت إلا أن والديه لم يسمحا له بالدخول من أنت؟ لن تخدعني بالإدعاية أنك ابني لقد عاد ابني بالأمس بعد غيبة دامت سنتين وإضافة إلى ذلك فأنا لا أصدق أبدا أن يكون ابني بهذه القضارة وأن يرتدي هذه الملابس لم يستطع يونيتي أن يفهم ما حدث سأجعلك تتأكد من أنك محتاد تعال إلى هنا يا ابني حقا أنت تشبهني تماما؟ أبي إنه وحش انظر إليه ليس لديه ظل أبدا لا أنا لست وحشا هذا صحيح إنه وحش دون شك أنت أخرج من هنا في الحال هيا أخرج أخرج أنا يونيتي أنا لست وحشا أنا لست وحشا أنا لست وحشا تمكن يونيتي من الوصول إلى حدود القرية فجلس يفكر بالأمر إن كان منذ الآن قد أصبح شخصا غير يونيتي إذن فلن يتمكن من العودة إلى البيت أو إجراء الاختبار شاب بلا ظل ماذا يفعل؟ تحير يونيتي كثيرا يونيتي؟ ها؟ كان اسمها يونيكو وكانت يتيمة تعيش بتقشف مما تحصل عليه من أهل القرية هل ناديتني؟ هل تصدقين أنني يونيتي؟ لك لحيا لكنك ما زلت يونيتي ها؟ كانت يونيكو تحب يونيتي منذ زمن لكنها أحبته عن بعد فقط فقد كانت تدرك الفارق الواضح في مكانتهم الاجتماعية ولكن بفضل حبها له كانت يونيكو على ثقة بأن هذا هو يونيتي رغم فقدانه لظله لم يكن بإمكان يونيتي البقاء في قريته فذهب مع يونيكو إلى العاصمة وكانا محظوظين فلم يلحظ أحد أن يونيتي بلا ظل في حين نجح المحتال بالاختبار وأصبح موظفا أما يونيتي فقد حرم من الاختبار الذي يؤهله للوظيفة وراح يبيع الخضار مع يونيكو لم يعد يونيتي يرغب في عمل شيء بعد أن فقد ظله ولكن بفضل تشجيع يونيكو المستمر له استعاد نشاطه وشرع في عمل جديد كانت يونيكو رقيقة ولم يتحمل يونيتي الحياة بدونها فتزوجها مرت خمس سنوات وحيث كانا يعملان بجد استطاعا شراء دكان صغير ولد لهما طفل وعاشا في سعادة إلا أن شيئا كان يشغل تفكير يونيتي أحيانا فهو لم ينس بعد حلمه بأن يصبح موظفا ويتقدم في مركزه كانت يونيكو متفهمة تماما لشعور يونيتي وكانت تتمنى أن تحقق له أحلامه أثناء ذلك اكتسب المحتال رضا الحاكم وتقدم في مركزه تقدما سريعا عام واحد فقط وتصبح هذه المدينة بالكلي كان محصول ذلك العام جيدا جدا حتى قام جمع من الفئران بالإغارة على المزارع وحقول الأرز ومستودعات الطعام تم استدعاء عدد كبير من الجنود للقضاء على الفئران ولكن دون جدوى فقد جاءت الفئران بأعداد هائلة وهكذا شهد شتاء هذا العام بداية المجاعة التي انتشرت بالبلاد وقضت على عدد كبير من الناس وقام يونيتي في ذلك الوقت بإنقاذ حياته رجل عجوز وهو رحالة يجوب البلاد طلبا للعلم كان يحس بجوع وبرد شديد لكنه استعاد قوته لدى شربه الحساء الساخن الذي أعده له يونيتي وقرر يونيتي السماح للرحالة بالبقاء معهم لبعض الوقت ليس لك ظل شعرت يونيكو أنه ربما عرف الرحالة سر فقدان ظل يونيتي هل قضم ظفر إصبع زوجك؟ ظفره؟ عندما قضم ظفر زوجك طرأت عليه قوة عجيبة ظهر بعدها رجل يشبهه تماما وبذلك فقد زوجك ظله وما الذي يجب أن نفعله الآن يا سيدي؟ للقبض على المحتال هناك طريقة واحدة ولكن أرجوك أخبرني ما هي أرجوك إن فعلت ذلك ستحطمين حياة زوجك وطفلك وحياتك يا عزيزتي لا بأس ما دام سيحصل على ظله ثانية ويصبح موظفا فأنا لا أهتم أخبر الرحالة يونيكو بأن تحضر خمسة قطة سمال وتأخذها إلى بيت المحتال إلا أن عدد القطة أصبح نادرا منذ حدوث المجاعة بذلت يونيكو ما بوسعها من أجل يونيتي وأخذت تبحث بجميع أنحاء المدينة حتى عثرت على خمس قطة واستعد يونيتي للقبض على المحتال هيا هيا حفن سعيدك إلى اللقاء شعر يونيتي بفضل تشجيع يونيكو له بقوة تتأجج بداخله في تلك اللحظة كان الحاكم على وشك ترقية المحتال إلى مركز رئيس الوزراء بعد أن انشغل الرئيس السابق بتولي مسؤولية المجاعة كما كان هذا هو يوم إعلان خطوبة المحتال على الأميرة وصل يونيتي ومعه القطة الخمس ترجمة نانسي قنقر كان المحتال فأراً عملاقاً قام بقدم ذفري يونيتي ها؟ أه اشتركوا في القناة وهكذا مات الفأر العملاق واستعاد يونيتي ظله وفشلت خطة الفأر العملاق باحتلال البلدة فرح الحاكم كثيرا لفشل خطة المحتال وعين يونيتي رئيسا للوزراء وسمح له بالزواج من الاميرة وهكذا تحقق حلم يونيتي بان يتولى اعلى المناصب وكان الفضل في ذلك يعود الى يونيكو بارك الشعب الزفاف واقيم احتفال رائع بهذه المناسبة كان هناك حشد يريد ان يحتفل بالزفاف كانت يونيكو حاملة طفلها في ذلك الحشد كما وقف الرحالة بجانبها لم تشعر يونيكو بندم لانها استطاعت بشجاعتها وصبرها ان تحرر زوجها من ذلك المحتال الذي سرق ظله وهكذا عاشت يونيكو مع ابنها والرحالة حياة سعيدة حيث وفر لها زوجها يونيتي بيتا جميلا وراتبا شهريا ثابتا اشتركوا في القناة